موسيقى أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة برنامج بانورام الساعة في بانورام الساعة لهذا اليوم نضع مجددا آخر الأحداث وتطورات سياسية على طاولة البانوراما كما نشهد الهبة الجماهرية ما زالت مستعرة ما زالت هناك قرارات إسرائيلية وما زالت هناك محاولات لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية التدخل الأمريكي أصبح واضحا لمحاولة التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبكل أحوال كفلسطينيين نعلم بأن أي مبادرة تأتي الآن في إطار ما تريده إسرائيل وما توافق عليه أمريكا وتحاول فرضه على الفلسطينيين سوف يكون بتأكيد مرفوضا يسعدني أن أرحب بضيف في الاستوديو الأستاذ محمد حجازي الكاتب المحلل السياسي أهلاً وزهلاً أهلاً بك بأستاذ المشاهدين يعني بداية دعنا نتحدث عن مبادرة كيري الآن محاولات كيري لتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل هناك حراك مكوكي يهدف إلى محاولة إخماد هذه النار التي اشتعلت لكن هذا الحراك لم يأتي بجديد وهناك جهد دولي لإنقاذ ارتباك نتانياهو يعني بإنصح التعبير لأنه عام كامل المستوطنون عاثوا فساداً في الضف الغربي وارتكبوا جرائم جرائم حقيقية حرق الطفل دوابشة حرق عائلة كاملة أبو خدير إلى آخره من هذه الجرائم التي ارتكبت تحت نظر حكومة نتانياهو ونتانياهو تحت نظر العالم يعني كله إضافة إلى الانتهاكات اليومية في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس عام كامل شهد الفلسطين الكثير من المتغيرات التي حدثت في بنية المستوطنين الذي بدأوا فعلاً يخططون لهجمات متكررة على الفلسطيني في الضف الغربي لم يتحرك العالم ولم يأتي كيري بينما عندما قال الفلسطينيون لا لإسرائيل حول تقسيم الزماني والمكاني في مدينة القدس وانتهاكات المستوطنين وخرجوا إلى الشوارع شبان للانتفاضة أو لهاب أو نسميها ما شيئنا ارتبك نتنياهو ارتبكت حكومة الاحتلال لأنه سيجد نفسه أمام نشاط جماهيري غير مسلح وهذا نقطة القوة الرئيسية لدى الفلسطينيون ومن خلال هذه القوة يستطيع تحقيق إنجازات كثيرة إذا ما أتقنوا هذا العمل الانتفاضي غير المسلح يجب أن يكون دائما غير مسلح حتى تكون قاعدة الجماهير واسعة جدا نتنياهو بالتأكيد كان مرتبكا حكومته مرتبكة وتصريحات سمعنا كثيرا يعني لدرجة أن أحد الكتاب في إسرائيل قال 18 سكين في مدينة القدس يغيرون طابع المدينة هذا شيء هام وهم جدا هناك متغير حدث الفلسطينيون بدأوا يبادرون الفلسطينيون بدأوا يعني يحركون أوراق اللعبة الفلسطينيون بدأوا يدافعون عن أنفسهم الفلسطينيون بدأوا يقولون لا نشاط المدينة المقدسة شيء هام جدا لأول مرة يعني بالفترة الأخيرة أو بالتاريخ الحديث يعني جدا مدينة القدس هي صاحبة المبادرة في هذه المعادلة وهذا شيء هام وهم جدا وأعتقد أنه لأن مدينة القدس هي صاحبة المبادرة فأعتقد أن الكثير من المخططات التي كانت ترسم لمدينة القدس من قبل الإسرائيليين وحكومة التالي على الأقل تتراجع لفترة زمنية لأن جميع الناس هناك استيقاظ واضح جدا أيضا هناك فهم دقيق من قبل القيادة الوطنية القيادة الفلسطينية بالتأكيد هناك بعض القضايا التي يجب الانتباه لديها السلطة الفلسطينية لم تشكل عائقا أمام خروج الشبان الفلسطينيين وهذا شيء هام جدا هذا شيء يجب أن ندقيق به السلطة ليست أمام حركة الشباب وهناك أيضا جهد نضالي واضح في الميدان لذلك عندما يأتي كيل هو يريد إنقاذ إرباك نتنياهو بدرجة أساسية ويريد وضع حد لما يسميه هو الارتباك الذي يحدث هنا لدى الطرفين كما يسميه لذلك هو يأتي إلى المنطقة بعد غياب طبعا طويل عن القضية الفلسطينية أشرت إلى أنه الآن المجتمع الدولي يحاول إنقاذ ارتباك حكومة نتنياهو لكن يعني من ينقذ الموقف الفلسطيني من ينقذ ما يحدث الآن في المسجد الأقصى يعني الدكتور رياد المالكي وزير الخارجي الفلسطيني قال بأنه الفلسطينيين وقعوا في الفخ بعد الاتفاق الأردن الإسرائيلي لنشر كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى وأشار إلى أنه الكاميرات ستستخدم لاعتقال المواطنين بحجج التحريد يعني أعتقد أنه يعني هناك رفض فلسطيني لموضوع الكاميرات واليوم صباحا في حديث هناك بدأوا بتركيب الكاميرات أعتقد الكاميرات يعني ستؤثر سلبا عن نشاط الفلسطينيين وأيضا لأنه الذي يركب الكاميرات يريد من هذه الكاميرات هو إحباط نشاط الفلسطينيين في المسجد الأقصى وبالتالي لأن ننتنياهو حتى كيري ننتنياهو صرح بالأمس زيارات للهيكل نعم زيارات المسلمين سمى المسجد الأقصى جبل الهيكل سمى وقال زيارات المسلمين وزيارات غير المسلمين المقصود في اليهود يبدو هذا الاتفاق الذي يوقع كيري لا يحظى بدعم أحد من الفلسطينيين وهناك جهد فلسطيني لإفشال ذلك ومع ذلك كما أنت تشير يعني بدأت تركيب بعض الاميرات اليوم صباحا فعلا نعم يعني كيف نخرج من هذا المأزق يعني يتم الاتفاق على شيء يرفض الفلسطينيين ويتم وهذه مشكلة أكبر ربما حتى لا تصادر يعني إنجازات هذه الانتفاضة وحتى لا يصادر نضالات وعذبات شباب الذين قدموا الكثير من من نضالاتهم تضحيات هائلة قدمت في هذه الانتفاضة حتى لا يصادر ذلك يجب أن نتنبه أن لا يعني يعني نخضع أو أن نوافق على حلول يعني لها علاقة بترتيبات أمنية وبترتيبات زمنية في المسجد الأقصى حتى في مدينة القدس هذا شيء خطير جدا نعم الموضوع مش فقط مدينة القدس ولا المسجد الأقصى الموضوع كمان المستوطنين في الضفر الغربي هناك أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفر يمتلكون أكثر من 350 ألف قطعة سلاح هذا هو الأساس في الضفر الغربي هناك مشروع فعلا مشروع يتحضر لحكومة تنتانية ويحضره اليمين المطرف في فلسطين هو نكبة ثانية للفلسطينين إحداث نكبة ثانية في فلسطين في الضفر الغربي هم يريد إحداث الترانسفير اليوم يتحدث عن إخراج مناطق من دائرة القدس اللي يضمها بالسلطة الفلسطينية يريد إفراغ من مدينة يعني المقدسة من يعني من من سكانها الأصليين حتى يسهل عليه الاستفراد يعني بها هناك مخططات مشبوهة فعلا لأن يحضرها الاحتلال تحت ضرائع نريد أن يتخلص من الكفافة السكانية في مدينة القدس لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية لا نحن نريد مدينة القدس بالكامل والمشكلة الرئيسية مش فقط فقط بالقدس كما يتحدث كيري أو نيتنياهو أو عبر الاتفاق الذي يجري مع الأردن لا المشكلة الأساسية أن هناك 700 ألف مستوطن يريدون استكمال مشروع النكبة يريدون إحداث ترانسفير في الضفة الغربية باتجاه يعني الخارج كما حدث للشعب السوري كما حدث للفلسطيني في مخيم اليرموك لذلك يجب أن نتنبه الآن ويجب أن لا نضيع يعني بدهليز المفاوضات أو اللقاءات مع كيري وغير كيري لأن جهد الشباب في الميدان يجب أن لا يضيع ويجب أن نكون أوفياء كقيادة فلسطينية وأيضا محللين وكتاب للدماء التي سالت في شوارع العيسوية في مدين القص وفي باقي مدن الضفة الغربية وهناك شهداء سقطوا هناك يعني شباب ضحوا بدماءهم من أجل يعني التغيير تغيير حقيقي يعني أولا في سلوك المستوطنين وفي موضوع المستوطنات في درجة أساسية وأيضا في سلوك إسرائيل في المسجد الأقصى يجب أن نغادر مربع دائم مربع على الأقل في هذه المرحلة ياله مخططات إسرائيل بشأن المدينة تقسيمها زمنيا ومكانية يجب أن نغادر لذلك يجب أن لا يعود هذا الملف للطرح مرة أخرى يجب أن نحقق إنجازات على الأرض نقطف إنجازات وإذا لم تحقق بهذه الفترة فلتستمر الانتفاضة الانتفاضة الأولى يعني أربعين يوم كانت بين أخذ وعطاء واشتعلت بعد الأربعين يوم نحن الآن شهر يعني بهذا العمل الانتفاضي بقض النظر صحيح أنه لم يعني يتحرك جموع جماهير واسعة جدا يعني نستطيع أن نقول كل المدن الفلسطيني في التحرك ولكن أعتقد أن بذور الانتفاضة موجودة وإمكانيات استساع هذه الانتفاضة يعني موجودة وهناك إنجازات على الأرض تحققت حتى هذه اللحظة لذلك يجب أن نحرص على أن لا تضيع دماء هؤلاء الشهداء يعني بالمجان يجب أن نكون حذرين جدا من أي اتفاق بخصوص المدينة المقدسة أو أي شيء آخر يجب أنه هذا العمل الانتفاضي الذي يحدث الآن في الضفة الغربية من شأن أن يحرك الملف الفلسطيني من شأن أن يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية ولدى العالم كيري يأتي إلى المنطقة بفعل الذين ضحوا في الميدان من شبابنا لأنه نتذكر خطاب يعني أوباما في الأولى المتحدة لم يذكر القضية الوطنية الفلسطينية لم يذكر أي شيء على القضية الفلسطينية وبالتالي هناك غياب للقضية في أروح حتى المنظمة الدولية أو أوروبا أو حتى يعني أمريكا في تراجع حتى عند العرب العرب نعرف جميعا ماذا يحدث في المنطقة العربية وبالتالي هناك تراجع الذي يحدث الآن في العيسوي وفي كل مكان في الضفة الغربية هو إعادة الاعتبار ووضع القضية في فلسطينية على سلم أولويات العالم لذلك يجب أن نحافظ على الجهد النضالي العنف الغير مسلح الذي يمارس في الميدان في الضفة الغربية وفي مدينة القدس الآن بعض المحللين يقولون بأنه ما يحدث الآن هو محاولة التوصل إلى وعد بالفر جديد برعاية أمريكية وبمباركة عربية هل تعتبر هذه الجملة دقيقة يعني أعتقد أولا أنه لا العرب ولا غير العرب بيستطيع أنه يعني يتآمر على جهد الشباب المناضلين يعني في هذه الميدان الشباب هم الذين يحددون صقف مطالب السلطة الوطنية وصقف مطالب وهناك أهداف لهذه الانتفاضة يجب أن تتحقق هذه الأهداف لا نريد أن نخسر دم على الأرض بدون أن نحقق نتائج سياسية بالتأكيد سنجلس غدا وسنطفق ولكن يجب أن نطفق على إنجازات يجب أن نحقق إنجازات إذا فشلنا في هذه المرة نعم وذهب دماء الشباب يعني هباء سنخسر الكثير سنخسر صمعتنا كفلسطينيين وستخسر القيادة الوطنية الفلسطينية وسيخسر شعبنا ومنظمة التحرير وكل الفصائل ستخسر لأن هذه الدماء الدماء التي سالت في مدينة القدس يجب أن لا نخسرها نضع فعلا موقفنا السياسي يتناسب مع ما يجري في الميدان يتناسب مع هذه النضالات الكبيرة اللي حققتها شبابنا وشاباتنا يعني في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وهذا شيء هام وفي غزة أيضا وفي غزة أيضا هناك نشاط يعني انتفاضي غير مسلح خرج من غزة واخترق الحدود للتضامن مع مدينة القدس ومع الضفة الغربية وفي الثماني واربعين أيضا خرجوا جماهير شعبنا ليناصروا يعني انتفاضة القص وانتفاضة يعني الضفة الغربية في الخارج أيضا هناك نشاط جماهيري واسع جدا هناك يعني هناك جاليات أجنبية أيضا وهناك في إطالة عسابين مثال نعم هناك تجامع إطالي لشباب إطالة أمام الصفارة الإسرائيلي يطالبون أيضا بالكف عن سفك الدماء الفلسطينيين هذا شيء نحن نحرك نتحرك في الميدان نحرك العالم الأولى وانتفاضة التانية عندما نتحرك في الميدان العالم يتحرك لا شيء غير ذلك لا نريد أن تكون قضيتنا في وضع سكونة لا نريد ذلك لأن ذلك نحن نخسر بالمجان ولكن عندما نتحرك في الميدان نواجه المستوطنين نواجه الاحتلال في مدينة القوم نواجه كل هذه الجرائم بصدورنا العالي مع موقف سياسي صلب للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحريف الفلسطينية هذا شيء فعلا ينقلنا من مرحل إلى مرحل يجب أن لا نرجع إلى الوراء بأي شكل من الأشكال جريمة تلتكب إذا رجعنا إلى الوراء يجب أن لا نرجع إلى الوراء يجب أن نتقدم يجب أن نغير الوضع القائم في مدينة القوم نحن نريد تغييره نحن الذين يجب أن نفرض على الاحتلال أن يمنع مستوطنين لزيارة المسجد الأقصى وتدينسي يجب أن نمنع الاحتلال من الاستطام في مدينة القوم ومن هدم المنازل ومن اعتقال الناس ومن تهجير الناس ومخططاته في مدينة القوم يجب أن نمنع ذلك لأننا نمتلك الآن زمام المبادرة وهناك شباب في الميدان مستعدون للتضحية كما ضح شعبنا طيلة العشرات السنين الماضية نعم في أكثر من لقاء له نتنياهو قال بأننا ملتزمون بعدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى هذه الجملة رحب بها كاري كثيرا رحبت بها أيضا مملكة الأردنية هاشمية وتحدث عنها بانكيمون يعني هل ما نحتاجه الآن كحل هو الحفاظ على عدم تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أولا السؤال أي وضع قائم وضع قائم قبل شهر أولا قبل شهرين أولا في السبع وستثين هذا سؤال مهم استخدم يعني بعتقد في مرة عندما كان في إسرائيل الأمين العام الأمم المتحدة بانكيمون استخدم تعبير يعني الوضع التاريخي بمعنى أنه في السبع وستين وضع القديم لمدينة القوس ولكن بعد ذلك صار يستخدم عبارة الوضع القائم هذا شيء كمان نحن لا نقبل به الوضع القائم قبل شهر من الانتفاض هكذا يريد نتنياهو هكذا يريد أن الوضع القائم ينسح بالفلسطين وتبدأ الزيارات المسوطنين والشخصيات الرسمية الإسرائيلية للمسجز الأقصى وبالتالي تقسيم وزمان ومكان هذا الذي يريد نتنياهو عندما يتحدث هذا هروب بالمناسبة هذا هروب تكتيكي من نتنياهو للخروج من يستخدم هذه العبارة بعض الفلسطينيون استهوتهم هذه العبارة ولكن الرجوع للوضع القائم يجب أن نقول الرجوع إلى التاريخ السبع وستين نريد هذه المدينة بالكامل أن تكون فلسطينية نريد إلغاء كل الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القوس نريد أن نعيد الاعتبار للجانب الوطني لهذه المدينة ولا يشعر الفلسطيني في هذه المدينة أنه مهدد بأي لحظة بالترحيل أو بمصادرة الأرض أو بهذه المنزل أو بإخلاق محل التجاري ذلك يجب فعلا أن نكون منتبهين لأي شيء يحدث الآن كيري يستخدم هذه العبارة والعرب أيضا يستخدمون هذه العبارة ولكن يجب أن نحضر وأنا أعتقد أن القيادة الفلسطينية منتبهة لهذه المسألة هناك تصريحات تشير عن الوضع القائم أي وضع قائم لا نريد وضع قائم وضع المدينة المقدسة التاريخي نعم الذي يعني في 67 هذه المدينة احتلت في 67 نريد يعني إعادة الاعتبار ونريد العودة إلى هذا الوضع يعني التاريخي للمدينة المقدسة نعم أنا أعتقد أنه نحن إذا استطعنا أن ننظم نفسنا في الميدان وأن يعني نعطيها زخم أكثر هذه الانتفاضة التي تحدث في الضفلغة في المدينة القدس مع تماسكنا السياسي نستطيع يعني نستطيع أن تزع تنازلات هائلة من الاحتلال لأن حقوقنا هذه في النهاية نحن لا نأخذ من الاحتلال الشيء نحن نأخذ أراضينا نأخذ امتيازاتنا نأخذ حقوقنا يعني في المسكن الذي نسكن فيه لذلك لذلك يجب في هذه المرحلة هناك شيء دقيق جدا أولا يجب أن نكثف علاقتنا مع العرب وأن نفهم العرب أن الصراع الآن صراع يعني مرتبط بتثبيت هويتنا في المدينة المقدسة ضد جرائم الاحتلال ومستوطني في الضفلغربية يجب أن يفهم العرب ذلك يجب أن يفهم العالم يعني ذلك نحن محقين في كل شيء نطرحه وهذه الانتفاضة الغير مسلحة يجب أن نهتم بها يجب أن نطورها يجب أن ندعمها سياسيا يجب أن نلتف حولها وأيضا يجب يقوم في ذلك بالعكس الإعلام الفلسطيني يحتضن هذه الانتفاضة ويغطيها من كافة بما أنك تتحدث عن الإعلام الفلسطيني يعني وقعنا في الأيام الماضية في فخ المصطلحات هذه المصطلحات التي لم نكن نحن أصحاب على الخلل فيها لكن هي ربما ترجمات الإسرائيلية كلمات بعض الأشخاص وتصريحات مثل جون كاري وبانكيمون وما يتم ترجمته عن الرواية الإسرائيلية وهذه أصبحت تشكل يعني موضوع يجب الانتباه إليه هل نحن الآن بحاجة لتحديد مصطلحاتنا والعودة إلى المصطلحات التاريخية يعني أعتقد أن هناك مشكلة رافقت بداية هذه الانتفاضة أن معظم الأخبار للأسف الشديد كانت تتلقاها مواقعنا الألكترونية وبعض وكلاتنا الأنباء من الطرف الإسرائيل عندما يقول طعن وبعد يومين يتضح أنها عملية إعدام وليس الطعم نحن وقعنا في هذه المشاكل وهذه المشاكل نحن نقطو الضعف لدينا دائما نقع في إشكاليات دائما يعني نغطي الجانب الإعلام ليس ببعده الإنساني ننشد إلى الجانب السياسي ونقع بأخطاء كثير العالم لا يسمعك عندما تتحدث السياسي ولكن عندما تتحدث بالطابع الإنساني أن هذا الشهيد لديه قصة ولديه أسرة ولديه حياة كان يجب أن يعيشها ولديه أرض يجب أن يعيش عليها ولديه منزل يجب أن يعيش فيه عندما تتحدث هذه باللغة اللغة إلى الإعلام العالمي وحتى تستطيع اختراق المجتمع الإسرائيلي بهذه اللغة الإعلانية نحن للأسف شديد لن نصل إلى هذا المستوى والأسف شديد هناك دعنا نتحدث بصراحة أن مؤسساتنا الإعلامية الحكومية تعاني ضعفا وضعفا كبير جدا وكالة الأنباء الرئيسية بالسلطة اللطينة الفلسطينية يعني مشاكل التي تحدث يعني بها يعني الآن وتقديم استقالات أنا أعتقد فيه مشكلة في مشكلة جوهرية يجب أن نمتل وتكون موادنا الإعلامية شديدة الترابط وشديدة التماسك نعم نحن الآن هناك انتفاضة هناك مؤامر على هذه الانتفاضة هناك جهة دولة لإحباط هذه الانتفاضة وأسفلية تحاول المراوغة بهذه الانتفاضة وإعلامنا الفلسطيني الرسمي منقسم على حاله ويدخل في إشكاليات يعني صغيرة جدا يعني في هذه المشكلة ويشغل نفسه عن الحدث الأبرد الذي يجب أن يكون متماسكا في هذه المرحلة يجب أن ننحي جانبا كل إشكاليات الصغيرة التافة التي يعني تحكم مصارنا اليومي ونفكر كيف نطور هذا الإعلام لخدمة هذه الانتفاضة كيف نطور هذا الإعلام حتى يعني نثبت الرسالة الوطنية الإنسانية لكل يعني العالم يجب أن تظهر الصورة الفلسطينية كما أظهرها العديد من وكالات الأنباء العالمية في فترات يعني يعني متعددة يجب أن نظهر البعد الإنساني الوطني لهذا النشاط الانتفاضي وهذه النكبة التي يتعرض لها يعني الفلسطينيون في مدينة القدس يجب أيضا أن نظهر الطابع السياسي يعني لمدينة القدس وليس محاولة جرها إلى حرب دينية كما يريد نتنياهو نتنياهو يسعى إلى تهويد الدولة الإسرائيل ويسعى إلى تديين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نعم حتى يأخذ معه كل العالم المسيحي ضد المسلمين إذا هو دول لذلك يجب أن نكون من تبهين لم يخرجوا الفلسطينيون المقدسيين بعبارات دينية لمواجهة الإحتلالة لا خرجوا مشروع سياسي يريدون التحرر يريدون يعني قمع يعني إحباط كل محاولات يعني يعني الدخول إلى المسجد الأقصى إلى آخر هذه قضايا لها علاقة بحياة الإنسان وهي قضايا أساسية والتالي نحن مشروع إنه مشروع سياسي مشروع تحرر الوطني وليس يعني كل هذه المحاولات الشباب في الميدان يعوها جيدا وأنا أعتقد أن هناك ذكاء فعلا في ممارسة الفعل النضالي اليومي الآن في الضفة الغربية نعم ويجب أن نخشى على أنفسنا أن نقصر أو نضعف هذه الانتفاض يجب أن ندعمها بكافة الإشكالية نعم يعني أحد أهم الأدوات التي يعني مؤخرا نتابعها وأهم المناضلين هم أخوتنا في أراضي 48 دكتور أحمد الطبي كان له يعني فعاليات قوية خلال الأيام الماضي آخرها كان الأيام الماضي عفوا آخرها كان مؤتمر صحفي عقده لتفنيد دعاءات نتنياهو بعدم تغيير الوضع القائم وقال بأنه عمليا هناك منع لدخول المصلين ما بين الساعة السابعة وساعة الحادي عشرة وأكد بأنه يوميا هناك اقتحامات لمستوطنين ووزراء ومسؤولين وقادة إسرائيليين وهذا نوع أيضا من أنواع المقاومة كيف نتوقع بأن يعني تتحول الحالة في الداخل الفلسطيني أولا يجب أن نظهر باستمراء من نتنياهو كاذب ومخادع ومناور ومراور وحتى العالم بمناسبة هناك تصريحات روسية وأوروبية يقولون عن نتنياهو أنه كاذب ومراوغ الذي حاول طوريطنا في مدابح أو مدابح أو الهولوكوست يعني في ألمانيا الذي حدث في ألمانيا بطريقة غبية بطريقة تاف عندما برأة هتلر وأدانا الألمان ردوا عليه الخارجين الألمانية ردت عليه بشكل يعني مباشر هذا المجرم الذي يحاول فعلا تضليل الرأي العام العالم باستمرار بخطابه نطارده إعلاميا نطارده إعلاميا ونكشف للعالم هذه اللغة المراوغة والكاذبة أنا أعتقد ما يقوم به يعني يعني جماهير شعبنا وأعضاء الكنيسة العرب يعني في الكنيسة جهد يعني قوي جدا وجهد مهم جدا نحن في الإعلام الفلسطيني يجب أن نرتكز على هذه الرواية التي يقدمها يعني أعضاء الكنيسة العرب وهذا شيء هام ولا ننسى أن جماهير شعبنا في الـ 48 انتفضت وخرجت بمسيرات ضخمة وحاشدة دعما لمدينة القص ولما يحدث في الضفة الغربية نعم الآن يعني كما تحدثنا منذ بداية هذه الحلقة وحتى اللحظة يعني بلا شك هناك ضغوطات على القيادة الفلسطينية للقبول بالمقترح الأمريكي ويفترض بأنه هناك اليوم عقد لقمة طارئة حتى اللحظة لا يوجد موقف عربي واضح لكن يعني دعني أتحدث عن الضغوطات التي من الممكن أن تمارس على القيادة الفلسطينية والتي يعني كان أوضحها ربما منع أمريكا من إرسال 370 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية ماذا نتوقع في هذه المرحلة يعني أولا يجب أن نفهم أن هناك رأي عام عربي رسمي بالتهدأ العرب لا يردون لهذه الانتفاضة أن تستمر حتى لا تكشف عوراتهم العرب لا يردون لهذه الانتفاضة أن تستمر حتى لا يعاد التركيز على القضية الوطنية الفلسطينية هناك حروب يخذوها للأسف الشديد مذهبي وطائفي في المنطقة العربية وأشغلت العرب عن معركهم الرئيسية مع مع إسرائيل لذلك هذه هي مشكلة لذلك تجدين الكثير من قياداته ومن مسؤولي ورؤساء العالم العربي يردون إنهاء الحالة القلقة يسمونها في فلسطين لا يردون انتفاضة ولا يردون نشاط ولا يردون شهداء ولا يردون للفلسطين أن يدافع عن أنفسهم يردون وعودنا يعني وعود طبعا وأطبت التاريخ أنها وعود غير مجدية أحيان كثير ولكن رغم ذلك يجب أن نسعى إلى العرب ويجب أن نحاول العرب ويجب أن ندفع العرب لعقد قمة ونجلس معهم ونشكل لجان هذا مجالنا يجب أن نخوضه وبالتأكيد هناك النتائج تتكون صغيرة جدا ولكن يجب بالسمر أن نحاول يجب أن لا نغلق هذا الباب بغض النظر نحن محبطون من الحال العربية ومن الحال العالم ولكن يجب أن نستمر في حوارنا مع عشقالنا العربية ونستمر أيضا في حوارنا ونشاطنا مع المجتمعات العربية يعني هي رصيدنا في النهاية هي التي احتضنت القضية الفلسطينية عبر سنوات وعشرات السن هي التي دفعت يعني من منقوتها لدعم للقضية الفلسطينية يجب فعلا دائما أن تكون لنا علاقات يعني جيدة مع أحزاب وبرلمنات وشعوب المنطقة العربية كافة هذا هو رصيدنا يعني الأساسي وجهدنا الدولي يجب أن يترافق أن يستند إلى العرب نحن نستخدم القوة العربية المتبقية طبعا والجهد الدبلوماسي العربي خدمة يعني مشروعنا على الصعيد الدولي وتحرقنا على الصعيد الدولي يجب أن ننتبه إلى هذه السياسة يجب أن ننتبه أيضا إلى المراوغات التي تحدث هنا هناك لأن العرب لا يحتملون أن القضية الفلسطينية ستنفجر وسنكون على اعتاب انتفاضة تالت جديد تحرج العرب وتحرج السياسة الدولية وتحرج الإدارة الأمريكية لذلك الأمريكان أحيانا يطلبوا من العرب التدخل للتهدئة وأنا أعتقد أننا يعني يجب على هذه الانتفاض نرتكب حماقة كبرى إذا أوقفنا هذه الانتفاضة أو استخدمنا عبارات التهدئة ونحن لم نحقق إنجازات حقية وبالتالي نحبط جيلنا الحالي ونحبط جيلنا القادر وعدونا يستفرد بنا وينكل بنا لأنه هو الذي يمتلك يعني القوة على الأرض الميدانية نحن لا نمتلك إلا قبضاتنا نحن لا نمتلك إلا صدورنا العارية في مواجهة الاحتلال وهذه قوتنا بالمناسبة هذا ليس ضعفا وهذه قوتنا أيضا لأن العالم عندما يراك يعني تقاتل آلة عسكرية ضخمة بيدين عاريتين بانتفاضة غير مسلح العالم سيحترمك وسيقف جنبك كما حدث بالانتفاضة الأولى وقام قال بيرز بكتابه بعد أرسل قال لقد واجهنا الفلسطين بأقوى سلاح لديهم في الانتفاضة الأولى عندما كانت انتفاضة غير مسلحة هذا شيء هام جدا في هذه المرحلة تصلح الانتفاضة غير المسلحة في مراحل قادمة ممكن أن يكون فيه هناك انتفاضة مسلحة لكن في هذه المرحلة يجب أن نحضر من استخدام السلاح لأن الاستخدام يحول الطابع الجماهير الانتفاضة إلى طابع نخبي وهذا لا نريد بالتأكيد لأن إسرائيل تستطيع التحكم وتستطيع الاستفراد والقضاء على أي جهد مسلحة ربما الآن هناك حاجة لضرورة تشكيل قيادة فلسطينية موحدة وضع استراتيجيات وغير ذلك ولهذا بعد هذا الفاصل مشاهدين سوف نتحدث عن إلهان القسام يسعدني أنك كنت ضيفي أستاذ محمد حجازي الكاتب المحلل السياسي مشاهدين فاصل ثم نستكمل ابقوا معنا كل المدن والهند والصيني وخليت راسي فوق وما نزلت عيني ومهما علي قسط أيامك يدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطيني هو عالمجوز ندبوك ونطيح فلسطينية منطيح هو عالمجوز ندبوك ونطيح فلسطينية منطيح هو روسنا بالعالة الهي هو يا جاب الميه الزكري هو مين احنا فلسطينية هو عزتنا فلسطينية هو مين احنا فلسطينية والكوفية فلسطينية هم روسانا بالعلى الهيب يا دبل ما يهذك ريح قوم الحدود لا الحدود كل شي برفيكي ليعود فلسطين أهل الصمود هو يا جبل ميه الزكري قومين احنا فلسطيني هو عزتنا فلسطيني قومين احنا فلسطيني ولكفية فلسطيني هو روسانا بالعلى الهيب يا جبل ميه الزكري هو علم جوز نتبط ونطير فلسطيني يامنطير هو علم جوز نتبط ونطير يا دار أهلي وأجداد راجع راجع يا بلادي يا دار أهلي وأجداد هو لعلم كل أولادي هو يا جبل ميه الزكري يا جبل ميه الزكري اهلي وأجداد من احنا فلسطيني ومن احنا فلسطيني والكرامة فلسطيني هو روسانا بالعلى الهيب يا جبل ميه الزكري علم جوز نتبط ونطير فلسطيني يامنطير علم جوز نتبط ونطير فلسطيني يامنطير هم فلسطيني يملين إسلام ومسيحيين الوبعون الله منصورين هو يا جبل ميه الزكري أول ميه الزكري هو عزتنا أول ميه الزكري هو روسنا بالعلى للد أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام كما تحدثت قبل هذا الفاصل الآن نحن بأمس الحاجة لأن نعود لوحدة الوطن وأن تكون لدينا كلمة واحدة ورؤية واحدة للمحافظة على ما وصلنا إليه من إنجازات والاستمرار في هذه الهبة الشعبية كما هي مع عدم تضييع ما حققناه وما سوف نحققه من إنجازات يسعدني أن أرحب بداية في الاستوديو الأستاذ محمد المقادمة منصق الحملة الشعبية لوحدة الوطن أهلا وسهلا أهلا بك أهلا بك أهلا بك أستاذ المشاهدين جميل يعني أستاذ محمد بداية لو تحدثنا عن هذه الحملة أهدافها ومن الأشخاص الذين ينتمون إليها أولا الحملة يعني واضح شو أهدافها أنها وحدة الوطن بالتأكيد في الضرف والذي في كل الضرف كان موجود ولكن بواضح أنه في هذه المرحلة إحنا بأمس الحاجة لأنه نكون موحدين أصلا لأنه الميدان واضح أنه كان سباق ووحد للفلسطينيين تحت عدو واحد هو واضح وتحت راية واحد يعني العلامة الفلسطيني وبالتالي يعني من المعيب جدا أنه يكون في واقع الفلسطيني نحن مختلفين في ظل أنه في حراك شعبي جماهيري على الأرض بقضو شباب فلسطينيين يضحوا بدمهم لحاة إدافه عن كل الكرام الوطني الفلسطيني وبالتالي من أبسط الأشياء الممكن أن تقدم على الأقل يكون في وحدة حال ميدانية ولا وحدة حال سياسية لقيادة فلسطينية واحدة تتحدث بمشروع واحد في الضفة الغربية وقتع غزة وفي القدس وحتى عن فلسطيني الشتات مظبوط في مضالات كبيرة زي منظمة التحرير والسلطة والآخرين ولكن واضح أن الخلاف معمق وعميق ولنا أكثر من ثمان سنوات في هذا الموضوع الحملة أتت من هذا الشعور الداخل المرير الممرض المعيب أنه في هذه المرحلة أبسط الأشياء الممكن أن نقدم لهذه الهب الشعبية هو انتصار ببساطة ممكن أن نقدم انتصار بسيط أنه نتوحب وهذا أكبر ضرب للعدو الصهيوني في هذه المرحلة وضرب بصراحة ممكن تكون قاسمي وضفت للضربات التي نجح الشباب فيها على الأرض ضربات بتوحيدنا ودوحيد الدم الفلسطيني وهذا بدمهم ودموع أهليهم ودموع أمهاتهم وبهذا الحراك المفرح الذي أكد أن الفلسطين لا يمكن أن ننهزم ولا يمكن أن يتراجعوا في ظل إصارهم على تحقيق غايتهم المهمة بإنشاء دولتهم الفلسطيني المستقلة وعاصمة القدس الشريف وكما المرة عاصمة القدس الشريف صحيح يعني قبل شهرين الآن استبقتم كما أنت أشرت الأحداث وكان لكم لقاء مع الرئيس محمود عباس كيف جرى هذا اللقاء وماذا خرجتم منه يعني كانت الرسالة واضحة أن هناك مجموعة من وجهاء وبعض المخاتير وبعض النشطاء في غزة وكبار الجل العوائل في غزة كان لديهم صوت أن يبجب أن يبدأ برسالة واضحة لرأس الهرم الفلسطيني هو السيد الرئيس محمود عباس هو رأس الشرعي الفلسطيني ومن عنده تبدأ كل الحلول مظبوط أن هناك معوقات ولكن كان يجب أن نبدأ من هناك فكان هناك ترتيبات لذهاب مجموعة كبيرة ولكن نتيجة الضرف القاتل أيضا وفصل الضف عن غزة كان هناك إجراءات لتصريح وإسرائيلين والآخرين نجح حوالي 13 شخص من كبار وجهاء ومخاتير عائلات أن يذهبوا إضافة إلى 3 سيدات من المصلحات الاجتماعيات وفعلا وسطل عند السيد الرئيس واستقبلهم استقبال يعني يشرح له الصدر وكانت يعني هذا الاستقبال مليء بالدموع نحن جدا في غزة مشتقيلة سيادة الرئيس محمد عباس بدنا نشوفه يعني رئيسنا الرئيس الشارع تبعنا بدنا نشوفه احنا مفصلين قصرا يعني في هذا الهم الكبير وتحدثوا من القلب للقلب ومن الروح للروح وكان يعني استقوال الرئيس إلهم بكل البشاشي كزعيم للشعب الفلسطيني وحملهم رسالة أنه أنا جاهز للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية بلغوا الإخوة في حماس وانت راجعنا غزة وجاهز للروح للانتخابات يعني أنا بدي حكومة وحدة وطنية نعمالها مع بعض فاتح حماس والروح لأننا احنا وصي لانسداد أفق جميعا يعني وفعلا يعني وعقد فيما بعد لقاء السيد الرئيس عقدت هذه المجموعة البسيطة من غزة وهذا قديش بيبين أنه قديش احنا يعني مشتقيلة بعض احنا في الضفة في غزة نشوفش بعض اكثر من 800 رجل من وجهاء ومن كبار ومن الناشطين من العائلات من الضفة الغربية من جنين لحتى الخليل اجتمعوا في مكان مع هذا المجموع وبوزروهم وتحدثوا مع بعض وكان في حالة حراق غريبة لأنه هذا بأكد على أنه هذا المطلب مطلب القواعد كلها مطلب الجمهور كلهم يكون موحدين هذا أبسط الحقوق نتوحد أن يكون فيه عندنا وحدة وطن يعني مكفي حدا يشد نشمال وحدا يشد نامين في مشاريع العلاقة مرة بفاصل الغزة ومرة بفاصل الضفة ومرة بتقسيمات هذا أبسط إيش هذا أنا بقوله بنقدر عليه كل الكلام اللي بنقاله بنقدرش عليه مش مزبوط بنقدر عليه ويجب أن نعيد بهالنفس هذول الشباب اللي نزلوا على الميدان وبدمهم وحدونا إحنا نازم ببساطة شديدة نكون معهم أبسط ما يكون أنه إحنا كل هيتنا نعلي صوتنا بشكل واضح لكل صنع القرار الفلسطينيين ولكل النخب لكل الكلام اللي بنحكى جميل ومرتب ومصفط عمليا مطلوب مننا كنا نضغط على القيادات في شققية الوطن بدنا نتوحد يا عمي إحنا الفلسطينيين أصحاب المصر الحقيقي بدنا نشوف قيادة واحد بدنا نشوف مشروع نضالة واحد بدنا نشوف مشروع سياسة واحد وهذا مطلب بسيط يعني صحيح ويعني حملتم رسالة الرئيس محمود عباس حملكم رسالة وأتيتم بها إلى السيد إسماعيل هنية كان لقاءكم يوم أمس بالضبط حمل الجميع الرسالة ووجهنا هذه الرسالة للإخوة والمكتب الأخ السبعين هنية وانتظرنا هذه الفترة يعني واضح أنه كان فيها انشغلات كثيرة على أكثر من مستوى دخول الحراك الجماهير على مدار الأربع أسابيع بلغونا باللقاء التي تم بارح وكان موجود في يعني هذه النقبة التي ذهبت ومجموعة من الإخوة الفلسطينيين المسيحيين في غزة وحملنا نفس الرسالة وكانت كمان يعني أكثر وضوحا وأضيف عليها أنه إحنا يعني أنا إحدى الأخوات حكت للأخ أبو العبد يعني أنا دمعت لما شفتها قلت إحنا يا عمي بدنا بدنا نتوحد طنيب عليك بالملد يعني أعتقد أنه إحنا في البيت الواحد صارنا مقسمين في الحارة الواحدة بنجاوزش بعض شوه لوين لو راحي رد أبو العبد هني كان رد إيجابي أنه قال أنا لن أخوض في التفاصيل لن أنزل لتفاصيل أمور مزبوط كلام الأخ الرئيس أبو مازن إحنا محتاجين لحكومة وحدة وطنية حكومة التكنقراط مع احترام الشديد لا لن تستطيع أن تحمل هذا الحمل الشديد إحنا محتاجين لحكومة وحدة وطنية كول عمادة فتح وحماس وبقية فصائل وطنية الكل حكاله للأخ أبو العبد هني إحنا بدنا نتوحد تحت راية علم فلسطين وتحت شرعية منظمة التحرير قال هذا مزبوط ولكن يجب أن ندخلها إحنا يعني كحماس شرعية منظمة بدنا تكون فيها ما أغرقناش في تفاصيل بقدر ما هو أسهب في إسناده للحملة وأن يجب أن تتوسع الحملة وأنه خياره مع هذه الحملة وأنه يعني التقط رسالة السيد الرئيس وأنا بقول أنه بغض النظر عن شو ما حدث في اللقاء طبعا وتحدث بأكثر من موضوع الأخ أبو العبد هني تحدث عن الدم الفلسطيني الذي سهل في أحداث الانقلاب أنه على أعداد من قتل من حماس على الدين فتح من قتل من فتح على الدين حماس وديات وتفاصيل يعني تفاصيل مهمة وشرعا لهذا للرجال الإصلاح أنهم يبدأوا إذا استطاعوا أن يبدأوا من الآن في التحضير لحالة المصالحة ولكن يعني هذا إحدى الملفات المهمة ولكن الملف الأهم أنه كيف نبدأ في توحيد كلمتنا وكيف نبدأ في توحيد برنامجنا النضالة وبرنامجنا الصياسة وهذا صافة واجب علينا نعم يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي ضرورة انضمام كل من حركتي فتح وعفوا حماس وإذا أردنا أن أتحدث بشمولية أكثر الجهاد الإسلامي ويعني لم تبدو هناك ممانعة من قبل سيد اسماعيل هنية وخصوصا بأنه خلال الأيام المقبلة ننتظر أن يصل وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى هنا لاستكمال حديث عن أمو المصالحة وكيفية الانخراط ضمن مؤسسات منظمة التحرير والمشاركة في اجتماع المجلس الوطني المنعقد في منتصف ديسمبر يعني أنا بقول أن الحملة بلاشت من بداية وأنا بديش أظن محول لا شيء في الحملة الحملة هي أجت من شعور من الجمع يعني هي الحملة مفتوحة للجميع لأنه هذا مطلبنا كلنا أنا بفكر أنه السياسيين أخذوا مرة واثنين وثلاثة فرص وأقليميا تدخل أكثر من مكان واتفاق واثنين وثلاثة وأربعة إحنا حتى لم يش فهمين شو مين يبعطل يعني بصراحة أو يمكن فهمين بس حتى لو فهمين بدنا نشكل حال الضغط هذا المساحة مفتوحة للجمهور الفلسطيني شرائح مجتمع مدني وشرائح الشباب والقوى التي تتامن الأرض لأنه عمليا فيه شي سبق الموضوع اليوم لأول مرة إحنا فلسطينيين في الميدان في مواجهة الاحتلال وضحنا البوصل أولا أنه هذا العدو هو الفلسطينيين متجمعين نعم هذه الحالة الفلسطينية ممتدة من عند الناصرة مرورنا بالخليل برامالله بغزة بالبريج إحنا يعني شعب واحد وبالتالي أنه يجب أن يكون في ضغط إضافي لهذا الموضوع لحتى نقدم قوة دافعة لهذا الحراك النضالي لهذه الانتفاضة بكل مسمياتها أنها تأخذ زخم ويبدأ للنخراط فيها الجميع في تحقيق هدافنا الوطنية هذه الانتفاضة إن شاء الله بتنطلق لتحقيق هدافنا لها علاقة بأنه بدنا حماية دولية وبدنا الدولة فلسطينية كيف بدنا نوصل لهذا الموضوع بدها زخم بدها قوة دافعة قوة دافعة أول أشياء اللي ممكن نقدمها يكون نحن موحدين على برنامج نضالي موحدين على برنامج سياسي يستطيع الكبير والصغير والمرأة أولاد نشارك في هذا الحراك كلنا بدنا نشارك فيه كل واحد على ما يستطيع نعم سواء كان في غزة في خصياتها ولا في أي مكان فيها ولا في الضفة الغربية ولا في القدس ولا حتى في الشتات ولا في فلسطين 48 يجب أن يوحدنا برنامج لأنه نظهر هذا المحتل المور يعني وصلت لمرحلة إحنا منسد كل أفق وعندنا حالة إحباط ضخمة على مستوى الشارع الفلسطين من سبب أنا بقول ببساطة الاحتلال وضيف إلى الاحتلال بصراحة هو خدمة مجانية هذا الانقسام هذا بضيف خدمة مجانية للاحتلال الانقسام يعني ليش نعطيه خدمة مجانية إحنا لجب نوجه له ضربة قاسية بالوحدة بالتوحيد نعم مما لمستو هل تعتقد بأن هناك فعلا قلق من أن ينهي هذا الانقسام أو يجهد هذه الهبة الشعبية التي انطلق بها الشبهان الفلسطينيين لا الحالة الحراكة أقوى من الانقسام وأقوى من المستفدين منه وأقوى من هذا الفصل لأنهم موحدون إجبارا العالم الفلسطيني الرمز الهوية رمز الوطنية الفلسطينية رفرف في غزة ورفرف على حدود الاستياج الفاصل بين أرضنا ورفرف في رمالة ورفرف في القدس وحدنا إجبارا لا يستطيع أحد يقول أننا مش متوحدين عمله أنه أنا بحكي أننا نخذلهم إذا غالينا متفرقين أما هذا الانقسام وبالوحدة ممكن نضيف إلهم شيء على الأقل لنقدمهم إياه أما أنا بقول لك لا وحتى لو انقسامنا مئة مرة حيستمرها الشباب في الميدان إن شاء الله بعدما تلقيتم ردود إيجابية من قبل السيد الرئيس محمود عباس ومن قبل أيضا نائب المكتب السياسي رئيس المكتب السياسي دكتور إسماعيل هنية والأستاذ إسماعيل هنية الآن ماذا سوف تقومون ما هي الخطوة التالية كيف سوف تتحركون هل هناك فعاليات يعني ببساطة نحن كنا ننتظر أذل لقاء مع الأخ أبو العبد هنية في غزة والأخوة الموجودين في حماس لحتى يكون في مساحة للحركة على الأقل المساحة المنظمة أنا أعتقد أنه الحمل الآن هي في حالة ترتبات لبرنامج شمول يبدأ في الضفة وفي غزة وأنا أشير للحملة ليست فقط في غزة هناك في رئيس للحملة الأخ جمال الجواريش في الضفة الغربية وهناك في مجموعة من الحراكات والشباب معا أنا أعتقد أنه سنبدأ حراك ينضوي فيه الكل أو مفتوح للكل لأنها مش محتكرة لأحدها على الأسماء اللي كانت فيها هي مبادرة مننا مبادرة من مجموع من وجهاء ومخاتير ومجموعات من الشباب وإلى آخره هي بس هي مفتوحة للكل لأنه واجب علينا أن نبدأ الآن في حراك جماهيري بكل الوسائل الضغط عاصلنا عن القرار الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربي وفي أي مكان أنه نبدأ بتوجيه يعني بعض الحركات والمؤتمرات وورش العمل وكل ما يلزم حتى لو بنقعد في الشقوق في الجوامع وإنما أجل بدنا نبدأ حراك في هذا الموضوع أنه يكفي للانقسام كفى لحد الهان وبس إحنا يعني أكتر منك لسنا مش قادرين نكمل ببساطة نعم يعني بمعنىك تحدثت كثيرا عن هذا الحراك الشبابي كي نحافظ عليه كما هو بطريقة التي انطلق منها بدافع شباب يعني غيرين على الوطن غيرين على نساء الوطن وعلى عائلاتهم وعلى أرض الوطن وهم من كانوا شعلة الانطلاق الأولى لهذه الهبة كيف نضمن استمرارية هذه الهبة الجماهيرية يعني بالحفاظ على شكلها ووصولا لتحقيق إنجازات سياسية فلسطينية أنا أعتقد هذا المطلوب هو برنامج نضالي فلسطيني وموحد وأهداف نضالية فلسطينية وموحد يجب أن تكون أهدافنا واضحة كل هناك فلسطينيين ما فيش أهداف مجزأة في الضفة والأهداف مجزأة في غزة مش كل حدا بدي يستفيد بالانتفاضة بالشكل البدية من القوى السياسية يجب أن يكون هذا الحراك يخدم القضية الوطنية الفلسطينية وأهدافها بدولة فلسطينية مستقلة العاليات الشعبية والجماهرية وحتى الشبابية بتوحيد البرنامج النضالي البرنامج النضالي يجمعنا كلها كفلسطينيين وأن يحدد لهذا البرنامج يعني مجموعة من خطوات العمل موحدة وأن يكون فيه قرار فلسطيني وعلى الأقل القوى الوطنية الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية أيضا متفقة بالحد الأدنى على هذا البرنامج هذا ببساطة شديدة أنهم يتوحدوا خلف هذا الحراك المهم هذا الحراك الذي يعني أنعشنا هذا الحراك الذي عاد لنا الحياة من جديد يجب أن تتوحد كل القوى السياسية في برنامج وراء هذا الحراك لحتى تدفع وتوفر له البيئة الحاضن لهذا النضاء وتوفر له الحماية المطلوبة على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي هذا كلها أشياء مطلوبة نعم يعني كي نحقق الوحدة وفعلا نصل إلى مرحلة أن نتوحد نحن بحاجة لتقديم تنازلات مما لمستموه من خلال لقاءاتكم هل لمستم الإمكانية والقناعة بضرورة تقديم تنازلات وصولا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية يعني إحنا في الحبل أول مرة بنقعد في هذا السياق ما بديش أقول أنه خبير في الموضوع إحنا لمستنا برحة بشكل عاطف من الأخب أنه كان فيه تأثر عالي وحسينا كلام منه ومنه كان كلام عاطفي وما فيش العلاقة في التفاصيل وبصراحة نلمستنا أنه هو يعني يعني محتاج وجد وجد جدا الأخ أبو العبد ومبسطنا في اللقاء ومش بس احترامه والتعاطي لأنه حكى في تفاصيل يعني كثيرة وهو كمان أكد وطالب على برنامج نضال الوطن وأكد على أنه نتوحد تحت منظمتها وطالب الأخ الرئيس بأنه يدعو إلى اجتماع قيادة المنظمة تحييب ما فيها حماس والجهاد الإسلام يعني الإطار المؤقت اللي اللي تحدث عنه وتحدث يعني بأكثر من تفصيل شعرنا أنه هو مهتم هو شعر بالهم ونظبوط كنا مهمومين ونحن ما رضينا نتحدث معه في تفاصيل مرهقة لقلنا كهرب ولقلنا مية ولقلنا حصار ولقلنا بطال كل هذا الحكي ما حلكنوش وفاهمه يعني بأكيد أنه فاهمه بس إحنا قلنا إحنا خبطين في الحيط يعني بصراحة يعني إحنا كلنا إحنا وإنت وكل البلد بدنا نخرج من هالأذن فإحنا شعرنا بصراحة آه شعرنا بأنه مزيدا دون الضغط مزيدا من الانضمام قوة مهمة مجتمعية وشبابية ونسائية وأي فعالية ومهمة ووطنية أنا بفكر أنا بتساعد منيح يعني كل ما ضغطنا أكتر كل ما كان فيه إنجاز أسرع وأكتر وأنا أعتقد أنه التفاصيل اللي هم بتفهموا عليها مش عيب أنه حدا يتنازل للتاني يعني في ظل القضية وطنية مش عيب حدا يتنازل الفصاري اللي حد طالما أنه في المسطحة الوطنية الفلسطينية يعني وين المشكلة ما حدا يضل محتكر أنه يعني كل الأشياء بده إياها بالشكل اللي تخدم تنظيمه ولا فصيله السياسي إحنا بنحكي اليوم على قضية وطنية وبنحكي عن صراع صار مفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي نعم أنا بفكر أنه قديش بيكون في زيادة في الضغط الضغط المنظم طبعا مش الضغط والضغط الهادئ والضغط المدروس لأنه يعني بيجيين لحتى نعمل أشياء تكسر عظم حدا ولا إلى آخر أشياء منظمة هادية تضغطهم بأنه لا مجال لكل القوى الوطنية في فلسطين إلا أن نتوحد بشبابها بستاتها بنساءها أنه يجب أن نبدأ كلنا نفكر اليوم في ظل هذا المعرك المفتوحة مع الإسرائيليين أنه يعني نحط برنامج الوحدة على أجندتنا اليومية كل حدا داخل فصيل مفروض الطالب في الوحدة ابن فاتح لازم يطالب قيادة فاتح بالوحدة وابن حماس لازم يطالب قيادة حماس بالوحدة وابن الجهاد الإسلام لازم يطالب دور أكبر وهذا كمان مهم لازم يكون في دور أكبر للجهاد الإسلامي والجهاد الشعبية والديمقراطية لأنها فصائل هي بتأثر على الجهتين ولها وجود لازم تنارس دور أكتر قوة يعني أنا بقول لك بصراحة بكفة أنه إحنا يعني هالكلام المدروس والدبلوماسي والسياسي ومسكي العصائب ونصبط طل في مجال حتى على المستوى الشعبي وعلى المستوى يعني على الناس المصبط طل في مجال يعني إذا هم أنا عارفهم شايفين وعندهم أفراد مشوفوا قديش حجم من التعب والمعنافة تعب شديد يعني بدناش نقودين نفسر قديش ألاف من الناس بطالة بدناش نفسر قديش ناس بيهاجروا بمطف البحر لو كتش إحنا يعني شو هالبلد هتطارد لأولادها سرنا صحيح عشان يستفيد بأولادها لا لا بصراحة هذا مطلوب ومطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ومطلوب من القوى الشبابية أنا توضع برنامج الوحدة على أجندتها نعم بغض النظر ما في حملة ولا فيش حملة الحملة هو شكل إعلاء صوت ويعني زي ما بقول يعني يعني أنه حطيناها الجرس أن هذه المرحلة يجب أن نبدأ يجب أن الكل يبدأ في الموضوع الحملة مفتوحة للجميع أهلاً وسهلاً الآن هناك دور كبير ملقى على عاتق الإعلام الفلسطيني لتوجيه رسائل داخلية وأيضاً رسائل للمجتمعات العربية ومجتمعات العالم كافة يعني ما المطلوب الآن الإعلام الفلسطيني وهذا دور مهم وهذا سؤال مهم وأنا بأكد على هذا السؤال أن الإعلامين الفلسطينيين دوره مهم يجب أن يشطبوا من قاموسهم ومن مخهم كل لغات الفصل والانفصال يجب أن يشيلوا من كل تخاطباتهم لغة الغزة والضفة يجب أن يبدأوا بسياق إعلامي موحد يتحدث عنه كفلسطينيين ويجب أن يتوحدوا أيضاً في لغة واحدة وأيضاً لغة ضاغطة دور الأكبر هو للإعلامين الفلسطينيين أنهم يمارسوا أيضاً مع هذه الحاملة دور مهم في توجيه البوصل نحو الوحدة أنا أشكرك على هذا السؤال وإحنا من أقوال مبارح نحن نقول واضح أنه إذا ساعدنا الإعلام في هذه الحاملة ساعدنا منيع وتوحد معنا بلغة واحدة سيكون له التأثير الأكبر لأنه اليوم الإعلام هو قوة مهم وقوة هائلة ويجب أن يكون عند الإعلاميين أيضاً هذا الإحساس الكبير وهم طبعاً حساسين في هذا الموضوع بس يجب أن يكون في مضاعفة الجهد في الموضوع الوحدة باللغة الإعلامية حتى في كل الأخبار يجب أن يركزوا دائماً إيش طالب في موضوع الوحدة إيش وصالب في موضوع المصالحة بشكل دائم يعني مش صالغيب عنهم مطلقة صحيح وأنا يعني في نفس هذا السؤال أنا بقول لوقتي ليش يكون لصالح مين يكون عندنا نظام قضائي في غاز ونظام قضائي في الضف بس ألح مين يكون فيه عندنا نظام شرطة في الغاز وشرطة في الضف بس ألح مين قضايا كثير هائلة مين بيخدم بيخدم مين يعمل في هدف هذه المرحلة صحيح ويعني في نهاية قضايانا واحدة همومنا واحدة ويجب أن يكون دائنا قناعة بأنه الآن أنا الأوان لأتوصل للوحدة الوطنية الفلسطينية طي صفحة الانقسام واستغلال هذه الهبة الشعبية لأقصى درجة ممكن حتى نتمكن من الحصول على الانجازات الوطنية التي نستحقها فعلا كشعب فلسطيني مناضل أشكرك جزيلا الأستاذ محمد المقادمة منصق الحملة الشعبية لوحدة الوطن كنت معي شكرا لكم مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة برنامج بانورام الساعة نلقاكم في حلقة جديدة يوم غاد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة